في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام أطلقت روسيا قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا شنت خلالها نحو أربعين عملية قصف مدفعي وأطلقت أكثر من مائة وستين قذيفة من صواريخ جراد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة وثلاثين آخرين كما تسبب الهجوم في اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق أوكرانيا وأوقع الضرر بعشرات المنازل أوكرانيا من جانبها قالت إنها نجحت في إسقاط خمسة عشر من بين ثمانية عشر صاروخا لتحمي سماء العاصمة كييف ومدن رئيسية أخرى دوت فيها صفارات الإنذار مبينة بأن الهجمات لم تقع ضرارا واسعة النطاق سوى في مدينة بافلوهراد التي تعد مركزا للسكك الحديدية خلف الجبهتين الجنوبية والشرقية في باخمود قال مسؤول عسكري أوكراني إن الهجمات المضادة لبلاده طردت القوات الروسية من بعض المواقع في المدينة مقرا في الوقت نفسه بصعوبة الوضع نظرا لما تتلقاه قوات فاغنر الروسية من دعم مستمر بالرغم من تكبدها خسائر فادحة على حد قوله وتستعد كييف لشن هجوم مضاد من أجل استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في المقابل قالت السلطات الروسية إن انفجار عبوة ناسفة تسبب في خروج قطار شحن عن مساره بين بلدة يونيتشا ومنطقة بريانيسكا الروسية المتاخمة لأوكرانيا دون وقوع إصابات وأضحت الشركة الروسية لسكاك الحديد في بيان أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها وسبع عربات أخرى عن المسار بسبب ما وصفته الشركة تدخلا من أشخاص خارجيين وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخبارتي لها قالت إن موسكو أقامت هيكل دفاعية قوية على طول خط المواجهة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها أيضا عند نقاط عميقة في داخل روسيا مشيرة إلى أن الصور تظهر بذلها لجهود خاصة لتحصين الحدود الشمالية لشبه جزيرة القرم تشمل إقامة منطقة دفاعية متعددة الطبقات بالقرب من قرية ميدفديفكا كما حفرت مئات الكيلو مترات من الخنادق في الأراضي الروسية المعترف بها دوليا والتي تشمل منطقتين بيلغورود وكورسكا الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا تشمل منطقتين بيلغورود وكورسكا الواقع